نظمت كنيسة الأنبى بشوي ببورسعيد قنفالا ضخما للاحتفال بعيد القيامة المجيد وحرصت على إدخال السعادة على قلوب المواطنين وخصوصا الأطفال الذين توفدوا على الكنيسة منذ الصباح والبهجة تملأوا وجوههم وتضمنت الاحتفالية ألعابا مختلفة تم تخصصها للأطفال والشباب بالأضافة إلى تنظيم الكنيسة مسابقات بين الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم النهاردة بنحتفل بعيد القيامة ونهاردة ليلة العيد عندنا احتفالية وبنستقبل المهنيين وبنستقبل أولادنا وكل حاجة عشان دي الليلة تعيد وعندنا بكرة احتفالية مع الأنبى تدرس والأباء كهنة والسادة الضيوف المدير الأمن والمحافظة الجاعة المعنية وبنوك كل سنوات طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم جميعا إن شاء الله احنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والآخرة لنا اشرف أن نتوجد النهاردة بصحبة رجال الدين الإسلامي مع الرجال السياسة ومحفظ بورسعيد لنهني الإخوة للأقباط في عيدهم بالعيد القيامة المجيد وده يمسل رسالة من رسالة الأذر الشريف اللي بتدعو إلى السلم والاتحاد والتقالف والانتماء أولاً بتقول للشعب القبط كله والمسيحيين كلهم كل سنة وانتوا طيبين وده مش غريب إحنا عادةً بنبقى موجودين هنا على طول يمكن حضراتكم لو جيتوا هتشوفونا كتير هنا مع جناب القمص بولة ومع غيره طبعاً احنا بنقدم النهاردة كل الشكر والتحية والتقدير لخلصة عفتاح السيسي إنه أظهر توجياته إنه أي منطقة جديرة في العمل يتبني فيها جامعة واتبني فيها كنيسة النهاردة احنا بننفس التعلامات للتوجيات بتاع الشياب دي النهاردة في حي جنوب برسعيدة يوهو بعتبر كومباوند يوهو في الحي الإماراتي في جديسة وفي مساجد وفي خدمات موجودة كثيرة جداً والنهاردة بنقدم كل التانية لإخواتنا ونفسنا لعيد القيام المجيز احنا النهاردة مبسوطين جداً بزيارة المحافظ عندنا هو نورنا وإحنا خدنا بركة كبيرة بزيارتكم وكلكم وإحنا مبسوطين جداً ونتمنى زي الرد تتكرر